موسيقى تساوري يا ابن مصارش حاجة بني التليفون ده مصارش حاجة بني التليفون ده يا باشا في الشارع باشا يا باشا انا بكباشا والله العظيم في الشارع انا عملت طب انت اواخدني على فين تابق باشا موسيقى ادخل جمال ده ملوش اي ملافات سابقة عندنا كل اللي نعرف عنه انه كان مدمن ودخل كذا مساحة ادمان عشان يتعالك على ايه فهنا القصة دي لما على شوية ناسه اقنعوني الجهاد هو اللي هيخليه بطل ادمان قلني ربنا هيسامح بالطريقة دي بالضبط وطبعا رفض يتكلم وبينكر كل حاجة بقوله انه هو اتاخد ظلم بس الواد ده بقى هو اللي اكيد ورا حاجة ابراهيم الخطيب الواد ده ابومت في ربع طب خليك انت مع جمال افايز وشوف هيوصلك لفين واسيب لنا ابراهيم الخطيب ده بصوت على تليفونه طب مني تليفون فتح؟ فتحته ولقيته فعلا كان بيصور المكان طب قرريني بعت الصور دي لأي ارقامه ملحقش ايه بعت الصور دي لحد بس انا كده كده عملت باكهب للتليفون ورجعت الداتة القديمة لا حلاص هو كده رسمي طبعا الاجناد طب الصادر والوارد ايه في تليفون لا من الواضح ان الشريح دي كانت تستخدم نت بس طب وريني بيت الداتة هيا ابراهيم هيا اباشا اباشا انا كنت بتمشى في الشارع مسكني جابوني هنا طب وإيه اللي خلاك تجري قدام الاسم اللي ما مسكوا صحابك صحابي مين اباشا انا ماليش صحابي انا بخاف من الحكومة اباشا والله العظيم انا انا لقتهم مسكوا واحد جريد انت كنت بتروح ربع مع ابوك ابوك الله يرحمه لا يا باشا انا مراحش رابع الله العظيم طب ايه اللي ده خلاك ارند مصر مش هقابوك اللي عايز تجيبه انا ماليش قلدتك كانت عارفة انه كيبش صرت واما انا كده كده مش هجيبش لتولدتك سواء قلت كل اللي عندك ابراهيم او مقلتوش توقف طب ا انت عايزنا اعملي ايه يا باشا انا مش هنينفع اخوان صحابي اخواني 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 اخواتي اللي ممكن اياه احد عادي في الشارع فجاره وزا ما انتو بتعمله الله اصبرهيم انت وصلت لااخر الطريق يا ابني لو عايز لو عايز لعايز تصلح اللي انت عملت يالا برايف يالا كده افتح لقلمك ويقول لي بعد خلت أجناد مصر ازاي لما كنتش أعرف أن أجناد مصر فتح عندها ما صحها أنا عارف عنا معلومات كتير بس المعلومة دي حقيقة ما كنتش أعرفها أنا مش مضمن واضح يا جيمي أنك ما تعرفش أنت فيه ما تفوق يالا احنا هنا في الأمن الوطني انت هنا عشان عاودوا في تنظيم إرهابي موبايلك عليه الصور للإسم اللي انت صورته وانت وزمالك كنتو حتفجره أكمل ولا تتكلمين تحسن واضح يا جيمي أنت هتتعبنا بس والله أنا دوما كانك وما مسوك معاي البلاوي السودة دي كنت أتكلم أحسن وبتمنى من قلبي أنك تتكلم بمزاكك بس يا بشا الله العزم أكسين بلا دا كل اللي عارفه والله العزم يا بشا أنا ولا موتت أي حد ولا فجرت أي حاجة أنا حتى الشيخ همام نفسه كان بيبعتني عشان أكون معرزت على فجرت أمولش أي حاجة إحنا كلنا عارفين اسمه همام طب بيته معقول لما حدش فيكو يعرف بيته يا بشا مانا زي موتترك والله العزم هو كان بيجي لنا شقة الهرب ومحدش كان يعرف يوصل له غير مالك وأنا معايش رقم مالك دا حتى مال كان بياخده صور بالمالك إزاي و هو جمال كان بيبعتها له التليجرام و مالك يبعتها من تليفونه لتليفون الشيخ همام و هو لا أنا ولا جمال ولا أي حد معاه رقم مالك ولا الشيخ همام أنا عايز رقم مالك دا يا بشا مانا لو معايا كنت أدو تهولك ماشي يا أبراهيم ارتاح شوية و هدخلك لهم متأكل و هجيلك دا ماشي باش دي كل الصور اللي أنا على تليفونه بدأنا نجيب كل المعلومات عن همام كم من الأنصار بس نشق عنه تمام مالك إنها مفيش ديس لما رمز جمع لي كل الفايل واحد و بعتهولي لأسان حاضر فانا تعالى يوسف اسمع مني دا آخر ما عندهوش حاجة تاني يقولي طب ما نروح نشقق و نقبض على مالك و نجيب منه لامرة همام لو همام وصل في مالك للدرجات دي بقى مش هتكلم الناس دي عندها الموت قهوم الكلام يا يوسف وبعدين لو همام عرف ان مالك اتقبض عليها غير كل حاجة وساعدتها بقى بجد مش هنعرف نوصله طب وبعدين يعني ايه الحل ده هم آخر كرتين فقدينا الشاق او مالك مش هعرف يا يوسف مش هعرف بفكر معاك اوه فيوقات جمال دا شكله اتهايبنا عشان يتكلم بالنسبة لهمام دي كل بياناته متجوز من تخاله مخالف منه تسع عيال وخاله نفسه وكان جهادي سابق مفرج عنه وساكن في الرحاب طب وفي مدارس عيال مش متأينين في ولا مدرسة انا كمان كشفت على كل الشوق مفروشة في الهرب قلت يمكن يكون واخد شاقة تانية جنب شاقة العيال ولا حاجة طب وشاقة اللي فيها مالك باسمه مين تجرب باسمه واحد عايش برا مصر رجعنا نفس النقطة يا جماعة الوقت مش في صالحنا انا عندي فكرة بس مستحيل تتنفس ابراهيم احنا نماشي ابراهيم يروح اجيب الرقم ويرقع تقول لي يا زكري اللي هو رفعة اللي يمكن يوقف انسوا فكروا بقى اي حاجة تانية انا الفكرة دي كانت مسيطرة عليها طول ما نقعد مع الواد فايزي احنا بالحال بالوقت كل الحاجات بتقول ان خسائدنا هتبقى كبيرة لما تحركناش بصرة فكر يا فايز اللي عال دي كمان ساعتين من دلوقتي بي كبيره لو ما راجعوش لمالك مالك حياره وساعتين مفيش همام هروح للي هو رفعة راجع معاه الموضوع مش سهل ما تلاش المرض ان شاء الله غير المرى الفتد